تعالوا نعرف دلوقتي آخر فعاليات وأجواء مهرجان العالمين من الزميلة جمانا ماهر جمانا مساء الخير عليكي وقللنا أهم الفعاليات اللي كانت موجودة النهاردة مساء الخير عليكي يا فاطيمة وطبعا برحب بكل السادة المشاهدين الحقيقة أنه زي ما نتكلم دايما طول الوقت الفعاليات والأكتيفتيز في مهرجان العالمين الحقيقة ما بتخلص شي ممكن مبارح كانت ابتدت الساحل تشامبينز ليج أو دوري أبطال الساحل وهي عبارة عن 12 فرقة بتلعب على ملعب سكور جراس هنا في مدينة العالمين الجديدة وبنشوفها يعني لعيبة الحقيقة أحرف لعيبة بتبقى موجودة وبتتقسم زي ما قلتلك ل 12 فرقة من الساعة 2 الضهر لغاية الساعة 7 بالليل والنهاردة كان اليوم الثاني والأخير ليها كمان عرض مسرحية الشهرة النهاردة اليوم الثالث كان ابتدى يوم عرضها أول يوم كان يوم واحد ونهاردة آخر يوم ومش قادرة أحكي لك يا فاطيمة الحقيقة عن يعني الجماهيرية والزحمة والإقبال الكبير جدا من الجمهور على المسرحية المسرحية حلوة قوي 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 من موسيقى تمثيل ملابس استعراضات تجن الحقيقة وطبعا كمان الأنشاة الترفيهية الرياضية كمان مكملة وموجودة معانا يا فاطيمة عفوة طبعا سلامتك عشان أنت تفعلا تعبانا شوية بس قولي يا جمانة الأجواء عندك هناك إزاي والإقبال الجماهيري على المهرجان وفعلياته الحقيقة يا فاطيمة نحن النهاردة السبت دائما معروف أن السبت بالليل شوية يعني الدنيا بتبتدي تفضى لكن مش قادر حكيك أنه حتى في الويك دايز بجد في إقبال كبير جدا وفي وجود كبير قوي للرواد المهرجان ورواد كمان وأهالي مدينة العالمين الأنشاة الرياضية بتبقى مكملة معانا حتى الأنشاة الثقافية والترفيهية حتى في المسرح الروماني أو في المدينة التراثية كمان مكملة معانا مش قادر حكيلك الحقيقة عن مدى قوة حفلة كاسة التسانيات وكمان حفلة طبعا النجم رامي جمال كان يوم الخميس كانت حفلة نجوم التسانيات ويوم الجمعة كانت حفلة النجم الكبير كمان رامي جمال والحقيقة يعني فاطيمة لو تبعنا مع بعض كواليس الحفلات دي وحتى يمكن الحضور القوي من قبل الجماهير هتحسي أنه كل حفلة هتقولي أنه الحفلة دي حضرها ناس أكتر الحفلة دي حضرها جمهور أكتر وبتتفاجئ أنه حقيقة أنه الجمهور قوي جدا والناس بجد مبسوطة بالمهرجان ومبسوطة بمدينة العالمين مش قادر حكيلك كمان الحقيقة يمكن عن الأنشطة اللي بتبقى موجودة طول ما انت ماشي على الممشا أو في نورت سكوير وفي أي مكان في مدينة العالمين يا فاطيمة طول الوقت فيه فعاليات دي غير مهرجان نبتة للأطفال غير حتى منطقة اللي ليه علاقة بالحيوانات الأليفة يعني زي ما قلت لك حاجات كتير جدا والنهار ده للأسف اليوم الأخير لعرض مسرحية الشهرة لكن فيه عروض مسرحية مهمة جدا 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 مكملة معنا على مدار أيام فعاليات المهرجان لغاية 38 فيه مسرحية السندبات طبعا ومسرحية النجم الكبير كريمة عبدالعزيز أفندم مسرحية السندبات لكريمة عبدالعزيز ونلي كريم كمان جاية صحيح صحيح ونلي كريم وفيه مسرحيات كمان تانية على مدار الشهر الجاية أو ثلاث أسابيع اللي جاية فيه فعاليات كتير جدا 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 يا فاطيمة فلملحقش ييجي لسه في حاجات موجودة وقوية يقدر يحضرها وزي ما قلت لك إحنا كل يوم الحقيقة إدارة المهرجان بتفاجئنا مفاجأة أكبر وأحلى من اللي قبلها فإحنا مستنيين المفاجآت وطبعا يوم 9 أغسطس كمان حفرة النجم الكبير عمر دياب فالحفرة دي كمان يعني أعتقد إن هي محتاجة تحضيرات محتاجة تحضيرات قوية جدا لأنه أكيد هيكون في حضور قوي قوي من الجماهير محبين عمر دياب في كل مكان أكيد من كل العالم العربي عايز أقول لك يا جمانة أن التذكر أول ما أعلنوا عنها وأول ما نزلت هي خلصت من أول ما نزلت فإحنا متوقعين هيبقى إكبال جماهيري فقق الروعة في طبعا حفل الهضبة عمر دياب بشكورك شكرا جزيلا يا جمانة وطبعا أنت بتهيمن على طول بالتوفينا بكل الفعليات المهمة والجديدة والمتنوعة من مهرجان العالمين وأكيد هتبقى معك مرة تانية